طيب خلينا نتكلم على أرض الواقع دلوقتي احنا في المجموعة الرابعة معانا نيجيريا هي اعتقد هي المنافسة الأقوال لنا بعدها غينية متوسطة وبعدين السودان صحيح حضرتك شايف ازاي هيتم تكنيك اللعب في التلاتة خصوصا ان احنا اكيد عنا متجهة نحو نيجيريا صحيح وفي البداية انا عايز اقول الحاجة مهمة جدا احنا لما وقعنا مع السعودية وروسيا وارجوية في كاس العالم كان في نغة مسايدة مهمة جدا في الشارع المصر طول الوقت ان احنا يعني نخسر من الارجوية عادي ونتعادل مع روسيا وكده كده مارتش السعودية مضمون انا اخشى ان النماء مديد تسود في هذا التوقيت وان احنا اللي انا شايفه ان الناس كلها بتلخص الامر ان فيه تنافس ما بين مصر ونيجيريا فقط على المركز الاول هو مهم جدا جدا ان انت تكون في المركز الاول عشان تتجنب الجزائر في ادوار مبكرة لان المركز التاني ربما يجعلك في مواجهة او نهاء مبكر امام الجزائر في دور السلتاشر فبالتالي التنافس مع نيجيريا على البطاقة التأهل في المركز الاول مهم جدا لكن غينيا بيساو منتخب هو متوسط لكن عنده تنوح علي جدا لما شفت تصراحات كل اللاعبين هم جايين بهدف ورغبة هم مركزين جدا ومذاكرين منتخب مصر كويس يعني كلامه مع منتخب المصري عارفين نقاط القوة فيه ومذاكرين كويس جدا وثم لما ايجا بص للعناصر بترعب في المنتخب غينيا 9 لعبين في الدور البرتغالي 5 لعبين في الدور الفرنسي بقية لعبين متوزعين في دوريات اوروبية متعضعة حقيقة او صحيح هم مش في مستوى او لفل عالي او اندية كبيرة لكن في النهاية وجودهم في هذه الدوريات بهذا العدد ده بيخليك تقول ان انت قدام تركيبة ما ينفعش تستهين بيها لان اذا لعبوا بشكل منظم او كان عندهم الاراضة قوية وعالية قادرين يقربوا الفجاوات بينكو بينهم وبالتالي ربما يخلقوا الصعوبات فبالتالي انا بقول من هنا ان احنا لازم نكون جدين جدا في التعامل مع غينيا بساوي نكون حذرين جدا من منتخب عنده طموح لان المنتخب غينيا بساوي تفوق على السودان في تصفيات امم افريقيا ذهابا ايابا وقادر ان هو يقرر تفوقه ده وبالتالي هنا هيخلق صعوبات لمصر وهيخلق صعوبات من نيجيريا وفي اطار سعيك ان انت رسعد مركز اول فانت محتاج تسع نقاط كاملة ان شاء الله فبالتالي اتمنى ان احنا نكون بنحترم غينيا احترام كامل جدا حضرتك درست ما شاء الله الفرق وشوفت تصريحات اللعبة اعتقد ان كمان كارلوس كيروش اهتم بحاجة زي دي وبالتأكيد طريقة لعبه هتختلف متأكد طريقة لعبه هتختلف كمان من هو كارلوس كيروش مؤكد بيدرس كل خصوم من بدري وتفرج عليه بشكل هواس جدا كارلوس كيروش معه خمس مساعدين يعني معه اربع مساعدين مرتغاليين يعني هو بشتغل تيم وارك خمس اجانب في الجهاز الفن المتخمص كمان مع محلل الاداء واحد من اشتر محلل الاداء انا بعتبره في الشرق الاوسط محمود سليم شاب مصري من اروع الناس اللي انت ممكن تسمع لهم وتشوفهم فمعنديش شك نهائي في ان هو هيذكر الخصوم كويس لكن انا عندي شك في القرارات اللي هيتخذها بعد دراسة الخصوم يعني انا ممكن اختلف معاه في قرارات بعد ما يدرس الخصوم ويشوفه ومتقدمه التقارير هو هيقرر يلعب بانهي سياسة وانهي استراتيجية لان انا لمست ان هو مقرر خلاص السياسة والاستراتيجية اللي يلعب بيها من قبل ما يدرس الخصوم حتى هي هي خلاص نفس الشكل حتى ما كانش يمرن في الاختيارات بالطريقة اللي تخلين يقول ان هو ممكن يبدل اذا تعقضت الامور قدامه فانا مش الان من الدراسة انا الان من القرار ما بعد الدراسة